كل حكا حلوة على صباح البلد معنا دلوقتي مع الفقرة الرياضية مع خودش حسام صباح الفل صباح الجبال الفرحة طب احنا عاديين بس مش عاديين من ريحين يعني احنا عاديين نايد بنس مرة احنا كابا نريح فعلا ده حايير صباح الفل عليكم النهاردة اللي عرفتم منك ان احنا هنتكلم او هنعمل تمرين لكبار السن ده حايير هي فعلا من اهم الحياة اللي حان نتكلم عنها يعني مختلف العمار اللي موجودة عندنا بس كبار السنة احنا بنعملهمش تمرين كتيرة مع ان هي من اهم الاعمار المحتاجة للتمريد في السنة دوت بيبقى فيه اعراض كتيرة جدا مع تقدم العمر ان هما من ضرناها ان هما مسلا ما بيعرفوش يناووا بانتظام الناس كتيرة بتشتكي من دوت ومتعرفين ان دوت ليه علاقة اصلا بالرياضة الفكرة ان احنا من اهم فوائد التمرين الصباحية ان احنا بنعملها الصف هي تنظيم النوم عن طريق ومزين طبعا الدورة الدموية تاعت الجسد من خلال التمارين جميل فتلاقي الواحد بينام بطريقة منتظمة يعني هو النوم الاريح هو اللي مفوش قلق اللي يتقومش كل شوية وانت نايم دوت فالنوم بانتظام ده هو اللي بيدي الجسد الريكافري والراحة اللي هو اه المحتاجة حلوف التمارين اللي احنا هنعملها النهاردة هيعملوها الصف عشان يساعد على النوم بانتظام اوكي فهنعمل تمارين بسيطة جدا نقدر نعملها لحد يعني من كل 50 سنة يداروا يعملوا التمارين ديت وانتبقى سهلة عديهم ديت اول تمارين هنعملوه احنا عاديد كل الناس واعتقد الناس اللي قلل من خمسين واللي قلل من ثلاثين هيحبوا يعملوا التمارين وهم عاديد احنا هنعمل اول تمارين على الكورسي عادي و هنحاول ان احنا نعمل ايه بقى جسمنا بقى ايه تمام يبقى مفروض ضهرنا مفروض بطننا مجدودة دي كلها حاجات يا جماعة سبتا في كل التمارين حياتنا كلها بس كل التمارين في حياتنا واحنا عاديد بنذاكر واحنا نتفرج على تنفيزيون وانتبقى كل حاجة صح فأول حاجة هنحاول انها ضهرنا مفروض هنعود على الكورسي اللي هيقدر يرفع رجلي اللي اتنين هيكفقهم كده فانحاول نعمل كا ان انا بنعمل اللي هو البدال يعني واحد التمارين ده بيساعد في ايه كونه تري بيشغل اكتر حاجة عضلات الكورة عضلات البطن للاهم التمارين طبعا بيشغل العضلات الامامية اللي بطنين كمان هانا انا هاعمل ان انا بزق بكعب رجلي خمس ثواني كمان اربعة تلاثة اثنين خيل يا فرح بحاول ان انا شد بطني قوي اللي مش عرف يعمل برجلين الاثنين ممكن يبدأ برجلي واحدة 1 أوكي ده أسهل 2 3 4 يعني دايما ننصح الناس أنهم يبدأوا بالتمارين السابق الأول 5 بعد ما ننخلص نصبه ننخلص ديت التذرج أهم ما هيجربه ده الثانية 2 3 4 5 التمارين دوت مهمة قوي لو نبدأ نعمله كل يوم هيساعد جداً إن إحنا ظهرين بأبطول بطنة المشدودة على طول فيه تمرين تاني وفيه ميزة تانية للتمارين ده في الصف الموبيلية أو إن أنا في السن الكبير أقدر أبقى بعمل أبقى فانكش من الأكرة أو أبدأ أتحرك الحركات بالمدى الحركي الحركة تبقى سهلة شوية يلا بينا نتعب بقى شوية مع عدنا كتير أيوة فيه تمرين هنحاول نعمله بإذن الله كلنا نقدر نعمله هنجرب بخطوات بسيطة جداً هاخد رجلي اليمين خطوة لقدام وهحاول إن أنا أنزل قلم سجلية بأداية الاثنين بطني رجبتي رجبتي متنية تانية صغيرة وبقوم تاني بجلية تانية جنبها بعد كده أخد الشمال والمس على قد مقدر إن أنا بأخد يعني أوسع خطوة عندي عشان برضو التوازن واطلع تاني هعمل الخطوات ديت هحاول إن أنا أخد عشر خطوات لقدام مش عايز أعملها الوراء برضو عشان نتوازن الحاجات ديت بتزود عنصر التوازن عند كبار السن أهم حاجات ظهرك يبقى مفهود أنا وأنا هنا وأنا نازل ألمس رجلي وأنا نازل ألمس رجلي إذا مش قادرين نوصل لآخر نقطة ممكن نخليها أسهل شوية بالظبط أحسن ما نعملش حاجة خالص يعني ده حقيقي باتر دهنا ده حقيق هنعمل بقى تمريز ففقهم يقدروا يحطوا مخد ده يحطوا حاجة يزمدوا عليها وجسمنا كله على الأرض جسمنا كله مفروض وغسطي في نفس الخط مع بعض وبحاول إن أنا أرفع رج أثنين ثلاثة أربعة على حاجة أقدر عمل خمسة ستة سبعة ثمانية عضلات الرجلين كلها بتشتغل العضلة أو العضلة اللي هي مش الضمة العدسة الخارجية مهمة جداً والعضلة بتاعة الجلوتس هنعمل الناحية الثانية الناحية الثانية برضو ثمان ثمان عدات ثمان 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 دعرك مفروض يا كوتش رجلك مفروضة أبداً ويبقى ظهرنا مفروض قوي ويحاول ان انا هالمس بيدي اليمين اطول مسافة او ابعد نقطة في رجلي الشمالي في رجلي الشمالي وحرجع تاني ويدي التانية فتحة الرجلة قد يكوتش نفس المسافة اهلا واسع الخط بتاعي 2 2 وانا بحاول اوصل ظهري برضو يبقى مفروض موطي حاول قوي ان انا ربيته تبقى مفروضة مش عايز رجججججتي متنية بس لو في الأول كملي يا فرحة ما اتبثديش اما انا معاك او او انا معاك او اوab اما لو معنف تبكي على ما زفت بتبقي بريدها على قد مقدرة مش معني ان التنوين بتعامل غلط دة معنى انタ الا العضلة عندك بتطوى الاكثر العضلة الخلفية طيب إحنا وحنا شغالين هنا الموضوح ممكن يبقى ايه؟ يبقى صعب شوية صح؟ يعني فإحنا بنحاول إحنا إيه؟ نسهلها شوية فممكن نعمل إيه؟ إيه رأيك يا فروحة؟ زي ما قلنا أعتقد إن إحنا لو مش قادر أوصل لآخر النقطة على قد ما قدر حتى لو كانت هنا يعني صح؟ أيها مصبوط هي زي ما فرح قالت كده هو إحنا بنحاول إن إحنا ننافس نفسنا شوية يعني ممكن نبدأ نحاول نوصل لأطول نقطة نقدر نجيبها فالنهاردة عاربت إن أنا أشتغل لحد ما وصلت لحد رجلي هقعد أعمل الستريتش دوة كل سنطي بيزيد عندي في المسافة بتاعتي فهذا تطور للعضلات بتاعتي والإطالة بتاعت عضلات ظهري وعضلات رجلية الخلفية كبيرة جدا لحد ما أقدر أوصل لمشتريك أعتقد إحنا أكيد هنلاحظ الفرق يعني يوميا أكيد هيبقى فيه فرق يعني معكس ما كل أسبوع هتلاقي مسافة فيه ناس أصلا بخط علامة على رجلها عشان يعرفوا هما وصلوا يعرفوا هما تطوروا إزاي جميل فدي من الحاجات اللي أعتقدتك كتير ممكن تحطوا حطوط على الأرض وتحاولوا توصلوا لها هنا دي طريقة بردو مختلفة دي طريقة تانية نعم تحسين تعملوا علمات أعرف ليكو صحة حلوة أوي شكرا يا كوتش